بالضبط بالضبط سؤال جدا مهم في هذا الموضوع جدا مهم ان تحقق الاقتصاد والمال ما بين العراق وتركيا وكل الدول اللي ترتبط بهذا الموضوع اقصد طريق التنمية اللي اليوم ده يذكرون انه وقعوا عليه ما بين العراق وتركيا وقطر والامارات ان تحقق هذا الموضوع فانت شوفي نفس اللي تحقق بالتسعة وسبعين من صدام حسين وقع عفوا متسعة وسبعين بالأربعة وسبعين انتفق خمس وسبعين انتفاقيت الجزائر والحركة الكردية القت سلاحها وكل ذهب الى دولة او جاسلم نفسه للحكومة العراقية بالضبط هذا الراح يصير ان تحقق هذا الموضوع ما بين تركيا والعراق والقطر وامارات فراح تشوفين البك كذا بين الاسلاح مالهم وكل من صاير بديرة لانه رجعت رجعت انا اربط بالموضوع ستسحر رجعت السيد محمد الشياء السوداني من امريكا وهذا طبعا ما نعرف احنا ايش صار كحقيقة بس مجرد اعلام رجعته من امريكا الى العراق وبعد يومين يجي رئيس دولة مثل اردوغان يزور العراق ما انا اربط ما بين الموضوع انه اكفة الاتفاقية صارت على موضوع التنمية واذا صارت حقق هذا الموضوع البكك سينتهون نهائيا اذا تحدث لي عن ان البكك سينتهون وليس سينهون احنا دا نتحدث عن عملية عسكرية عن ردات فعل آنية ماذا ابحث اليوم عن طريق التنمية والمستقبل والمشاريع المستقبلية والاتفاقات وصياغة الاتفاقات نتحدث عن واقع نعيشه اليوم سيد مؤيد وكونك مختص بالجانب الامني انا اركز مع حضرتك بالسؤال الامني اكيد اكيد انا عدربط شو صح 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 انا عدربط ما بين الاقتصاد والعسكر شوفي شو قلت لش اذا تحقق الاقتصاد يعني اكو صار مصلحة اقتصادية مالية ما بين هذه الدول اللاعبين الاساسين للبككة هم معروفين الدول اللي تلعب بالبككة سيسحبون هذا الغطاء وسينتهي الغطاء عن البككة وتشوفين في ليلة وضحاء ما تبقى ولا كتيبة او فصيل البككة على الحدود العراقية التركية ما لا علاقة بايران وبسوريا هذا الموضوع ما يشمل على الحقيقة هذا الطريق سينتهي من اي ارهاب عراقي موجود بالعراق وتركيا ينتهي حتى الحدود تنتهي شوفين صبح الصبح اللقي امان كل شي ما كو ولا بككة ما اللقي لا بالجبال العراقية لا بالحلول العراقية ولا بالحلول العراقية ما كان احنا مرينة بكل الازمات المرينة بها سيد مؤيد من ارهاب ومن قاعدة ومن داعش ومن مسلحين كان ما كان الموضوع بهذه السهولة كلها كانت اموال كلها كانت في سبيل المال كلها كانت كلها كانت ترعى البككة ترعى فصائل البككة ترعى حزب البككة في هذه الأربع دول لن توافق على سحب الغطاء الا بشراكة ما بين هذه الدول عراق تركيا قطر امارات او ما بين الدول التي تمر بها طريق التنمية اذا ما وفقت هذه الدول تدفع اموال للبككة وما ترفع اذا فسنعود الى موضوع ان تركيا تتدخل حدود الاربعين خمسين ستين كيلومتر داخل حدود العراقية في سبيل القضاء على حزب البككة وارهاب البككة داخل العراق وعلى الحدود العراقية التركية الا اذا هذا الموضوع شكرا